نرجع بالعودة إلى تصريحات الأمين العام المنظمة الشغيلة البرح خليفة يطلب من رئيس الجمهورية توضيح الرؤية في علاقة بهذا المسار وفي علاقة بالقرارات ويطلب أيضا من الأطراف السياسية أنها تقدم تنازلات أنها تتقوم بمراجعات وأنها تقدم رؤية نقدية أيضا هنا نسألك هل بدأت تتضح ملامح العلاقة في الفترة القادمة بين الأمين العام الاتحاد العام التنسي للشغل ورئيس الجمهورية قيس صعيد أعتقد أن العلاقة طيبة في الجملة بين رئيس الجمهورية والاتحاد العام التنسي للشغل منذ مدة نظرا لحاجة الطرفين إلى بعضهم البعض يعني هذا بالضرورة مش ممكن الاتحاد العام التنسي للشغل يعيش في قطيعة مع الحكومات ومع الدولة وقتها كما لو يبدو طرفا سياسيين وهو في نفس الوقت الدولة مش قادرة تستغني على الاتحاد العام التنسي للشغل نظرا للاستحقات الاقتصادية والاجتماعية القوية والمرتبطة بالمقدرة الشرائية بوضعية الاقتصاد وبالمفاوضات مع المنحين اشتيرات الاتحاد العام التنسي للشغل طرفا ضمن هذه المعادلة أنا أعتقد الإخراج ذكي من قبل من الاتحاد العام التنسي للشغل ومن ورائه الاتحاد العام التنسي للشغل أنه مسك العصاء من الوسط قال للأحزاب السياسية لا عودة معناه هو ما قالش لا عودة ولكن ينصحهم بأنه ما عادش يفكروا في عودة البرلمان وهذا جزء منه مواجه لحركة النهضة اللي هي الطرف الأبرز اللي متمسك بعودة البرلمان من جهها ثم نتجه في اتجاه الحوار مع رئيس الجمهورية لتعديل بعض المسارات اللي ماشي فيها رئيس جمهورية في علاقة بالدستور والإسلاح متع القانون الانتخابي والاستفتاوى وبالتالي يمسك العصاء من الوسط هنا يعني يعطي لرئيس الجمهورية دفعا وقت اللي يمذي مع 25 جويلة وفي نفس الموقع نفسه في الإجابة عن أسئلة المرحلة باعتباره يقدم مقترحات باش نقاو سيغة وسطة دار الوسط بين وبين الرئيس الجمهورية حول مقتضيات المرحلة القادمة يبقى أن السؤال هنا عندما يطالب الأمين العام هذه الأحزاب بالمراجعة وبالتنازلات يعني تتنازل عن فكرة البرلمان يطرح سؤال كبير في الساحة السياسية هل بإمكان هذه القوى أن تكون ممثلة في حوار وطني جامع وهل بيمكن فرقاء المشهد السياسي يجتمعوا بعضهم لبعض يبدو أنه ماشيين في مسار آخر مفاوضات مع الأطراف الاجتماعية ثلاثي المحامين منظمة الأعراف والاتحاد ثلاثي المحامين منظمة الأطراف الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر